وعربيا وتحديدا من تونس حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز قطان وخلال اللقاء أكد الرئيس التونسي أن ما تم اتخاذه من تدبير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء من جانبه أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية على أن بلاده حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وعلى توفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في المجالات كافة